إضاءة الديكور أكيد كانوا لعبين دور الديكور جثت حالة اللا زمان ولا مكان تكسيد رائع وبعدين استطاع أنه يصور الحالة العامة كان بيغلب عليها النحت في جدران الديكور الكهوف وبعدين الجدران نفسها أضاف عليها منحوتات بتعبر عن ديانات صحيقة وديانات مختلفة في العالم القديم لو تلاحظ هنا في أحيانا عبد الشيطان في القروض اللي موجودة في معابد شيفا في الهند هو عمل منحوتات جميلة وفن النحت هنا بارز جدا شوف تداخل الإضاءة وتباين الإضاءة يحسسك بعمق الحالة البداية هل يصبح لون الأخضر بيرمز للخير والأحمر للشر لا 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 مش شرط بملاحظة محبة تسأل فيها لا هو عايز يبروز حضرات مختلفة حضرات مختلفة وأيقونات مختلفة منحوتة يعني هنا في نحت بالإيد داخل السلاسي الأبعاد على الجدران هنا لأيقونات من جميع الأديان الصحيقة في العالم هو استطاع بالإضاءة أنه يبروزها بشكل ما علشان يديك أنت كمتفرج الشعور بالحالة البدائية الديانات البدائية اللي كانت بتعتمد على الأضحيات البشرية وعلى الموت وعلى القتل وعلى الإرهاب ونجح فيه هنا عمل تتالع عمل إضاءة عمل إضاءة عامة علشان يبين لك الحالة المزاجية للشخصيات بالحالة